اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء تلميذات العزيزات في هذا الدرس إن شاء الله من مكون الإنشاء سوف نتعرف على طريقة كتابة الحوار أتدرب على كتابة الحوار تدرب على كتابة الحوار الحوار من أساليب التعبير التي تتطلب حديثا بين شخصين أو وقت في فكرة أو موضوع معين وقد يكون في شكل سؤال وجواب يراعى في كتابة الحوار وضع شرطة أمام كل متحاور على حدة لترمز بها شخصية المتحاورين ويتشكل الحوار من جمل قصيرة ومتسلسلة مع السهولة والوضوح في التعبير مع السهولة في التعبير من جمل قصيرة ومتسلسلة مع السهولة والوضوح في التعبير إذن الحوار دائما يحتاج إلى شخصين أو أكثر فهو حديث بين شخصين في فكرة أو موضوع معين ويمكن أن يكون على شكل سؤال وجواب مثال كيف حالك؟ بخير الحمد لله ويرعى في كتابة الحوار ما يلي وضع شرطة أمام كل كلام كل متحاور يعني كل متحاور نضع في بداية حواره أو كلامه شرطة كمثال هنا عندنا أحمد يتكلم أنا أدرس في المستوى السادس تجيبه مريم تلاحظون الشرطة في أول الكلام وأنا أيضا إذن الحوار يراعى فيه كتابة الشرطة في أول الكلام أو في أول الحوار نص الموضوع اكتب حوار في عشرة أسطر يدور بين مجموعة من الفلاحين يرغبون في توسيع أراضيهم على حساب الغابة وبين شيخ يرى أن في ذلك ضررا على مستقبلهم إذن هنا عندنا حوار سوف نقوم بإكمال هذا الحوار هذا الحوار يدور بين أربعة أشخاص الفلاح الأول والثاني والثالث والشيخ الفلاحون الثلاثة يريدون قطع أشجار الغابة لتوسيع أراضيهم لكن الشيخة لا تعجبه هذه الفكرة لكن الشيخة لكن الشيخة لا تعجبه هذه الفكرة إذن سوف نكمل أو نقوم بما طلب منا وهو إكمال هذا الحوار في عشرة أسطر قمت بإعداد نموذج لنهاية هذا الحوار الفلاح الأول لاحظوا جيدا أنني ابتدت الكلام بشرطة الفلاح الأول وما فائدة هذه الغابة الشاسعة نحن نريد قمحا وخضرا لأبنائنا الفلاح الثاني نعم صحيح فقد تضاعف سكان القرية الفلاح الثالث وأرض القرية لم تعد تنتج كثيرا فقد ازداد الضغط عليها الشيخ كلامكم صحيح لكن قطع الغابة ليس هو الحل الفلاح الثاني وماذا تقترح علينا الشيخ الغابة تزودنا بالحطب للتدفئة في فصل الشتاء وترعى فيها غنمنا وتحمينا من التصحر وزحف الرمال الفلاح الأول كلامك صحيح الشيخ أقترح أن نشتري الأرض المجاورة لقريتنا ونستصلحها ونحفر بئرا وبذلك سيزداد منتوج فلاحتنا الفلاح الثالث فكرة جيدة الفلاح الثاني إذن على بركة الله وحفظك الله يا شيخ يا شيخ قريتنا إذن تلاحظون بأن كل حوار بدأ بشرطة وينتهي بنقطة وبذلك نكون قد أتمعنا المطلوب مننا وهو إكمال الحوار بعشرة أسطر وبالتوفيق لجميع إن شاء الله شكرا شكرا شكرا